الأزمة الأوكرانية وتداعيتها كانت الطبق الرئيس في اجتماع وزراء خارجية دول الحلف الأطلسي الثمانية والعشرين الذي عقد صباح الثلاثاء في بريكسل حيث تم البحث أيضاً في مسألة تعزيز وجود الحلف الأطلسي في أوروبا الشرقية وينظم الحلف في فيليونز تدريبات على المراقبة الجوية في دول البلطيق المتخوفة جراء الأزمة الأوكرانية على أن تشارك فيها طاورات سويدية وأمريكية وكان وزراء خارجية دول مثلث فيمار المؤلف من فرنسا وألمانيا وبولندا اجتمعوا قبل قمة بريكسل أما من الجانب الروسي فمن المحتمل أن تعلن مجموعة غازبروم الروسية العملاقة عن زيادة كبيرة في أسعار الغاز الذي تسلمه إلى أوكرانيا